بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وزك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم عزيزي طلاب وطالبات مجددا في شروحات مقرر مبادئ الإدارة اليوم بإذن الله سننهي حديثنا عن إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد نحن في الدرس السابق تحدثنا والذي قبلها تحدثنا عن سلاسل الإمداد ذكرنا أن سلاسل الإمداد هي بالتأكيد جزء من الصناعة جزء من التطور وذكرنا هناك مشكلات حينما حدثت أزمة كورونا حدثت بسبب هذه الأزمة تأخرات فيما يتعلق في سلاسل الإمداد ومشاكل في سلاسل الإمداد نظير الحجر الصحي الذي حدث لذلك نلاحظ أن كثير من المنظمات تأثرت وبالتالي التأثر في سلاسل الإمداد سيتأثر قد يكون العالم ككل أو منظمات ككل لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار وبالتالي سيضر بالتأكيد المستهلك النهائي الذي يشتري منتجات نهائية نلاحظ ارتباط سلاسل الإمداد بالمنتجات والأسعار التي يلمسها المستهلك النهائي لذلك ذكرنا أن نشاطات سلاسل الإمداد لا بد أن تبنى بشكل صحيح بدءا من بناء الشركات الصحيحة والعلاقات الناجحة مع المورد مع المزود والحفاظ عليها وعلى الموزع أيضا والتفاوض حول أسعار هذه الإدارة أو اللوجستيك أو حتى سلاسل الإمداد ذكرنا لا بد أن نعد أيضا استراتيجية في هذا الأمر لذلك نلاحظ المملكة أيضا أطلقت استراتيجية لأن إيمانها بأهمية وجود استراتيجية لسلاسل الإمداد أيضا لا بد أن نتوقع التحدي الذي قد يحدث بسبب التأخرات بسبب سلاسل الإمداد لذلك يجب أن يكون لدينا خطة طوارئ وأيضا لا بد أن نستخدم العنظمة التقنية في هذه العمليات وأيضا لا بد أن نعمل مع جميع الإدارات بشكل قريب أو العمل عن قرب لكي يكون هناك تفهم لأهدافهم وكيف نحققها بما يتوافق مع الإمدادات العالمية أيضا مراعاة الاعتبارات الأخلاقية فيما يتعلق في سلاسل الإمداد والموردين وبيئة العمل التي يعملون بها بعد ذلك تحدثنا عن رؤية المملكة ودور المملكة وموقع المملكة ذكرنا أن تقع في موقع استراتيجي يربط ثلاث قارات وبذلك المملكة أرادت استخدام هذه النقطة القوة فيما يتعلق في الموقع وتوظيفها في أن تكون رائدة في مجال الصناعات والخدمات اللوجستية وأيضا هناك كثير من الجامعات نهجة هذا النهج وتحقيقا لرؤية المملكة بإطلاق العديد من البرامج التعليمية من ضمنها الأكاديمية السعودية اللوجستية اليوم بدنا سنستكمل الحديث سنصف عملية إدارة سلاسل الإمداد عملية إدارة سلاسل الإمداد يجب أن يكون مدير سلاسل الإمداد قادر على الموازنة بين عدة مهارات أولا أن يكون منظما للغاية لا يمكن لمدير سلاسل الإمداد الغير منظم أن يدير سلسلة تحتاج إلى التنظيم وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه وبالتأكيد نحتاج إلى أن يكون مدير سلاسل الإمداد شخصا منظم في عمله يساعد بالتأكيد على إيصال الموارد بشكل صحيح أيضا عمليا في تفكيره يفكر بشكل منطقي بشكل علمي ولا يكون لك تأخمينات أو توقعات ولا مجال للتأخير في سلاسل الإمداد وبالتالي يجب أن يكون التفكير بطريقة صحيحة بشكل علمي أيضا نحن ذكرنا شبكة الإدارة سلاسل الإمداد هي قائمة على العلاقات المتينة الناجحة وبالتالي لا بد أن يكون لديها القدرة والمهارات التي من خلاله يستطيع أن يبني علاقات مع الموردين مع الموزعين مع المستودعات والمخازن ومع الشركات والإدارات التي يعمل بها أو التي تكون تحت إدارة في سلاسل الإمداد لذلك هذه العلاقات ستجعله إما أن ينجح أو يفشل لذلك العلاقات المتينة ستسهل وتذلل الكثير من العقبات والصعوبات أيضا لا بد كما ذكرنا هي مبنية على التفاوض حول الأسعار أسعار النقل أسعار التخزين أسعار الإمداد كل ذلك يحتاج إلى أن يكون لديها مهارات في التفاوض والإقناع للموردين والموزعين أيضا يتمكن من التعامل مع كمية كبيرة من البيانات هذه البيانات تحتاج إلى تحليل تحتاج إلى معالجة تحتاج إلى مثلا استخراجها وفلترتها والحصول على معلومات تقود إلى انتخاذ قرار لذلك يجب أن يكون لديها قدرة على تحليل البيانات سواء بشكل رقمي أو بشكل تقليدي لذلك مهم جدا أن يكون منظم في العمل في الأفكار علمي في عمله قادر على بناء العلاقات قادر على التفاوض قادر على الإقناع قادر على تحليل البيانات أيضا لاستخدم التقنيات نحن الآن نعيش في ثورة تقنية كبيرة من ذكاء اصطناعي من أمور متعددة فيما يتعلق بالتقنية وبالتالي إدارة سلاسل الإمداد ليست بمنأة عن التطور الحاصل في مجال التقنية لذلك نوظف التقنية لكي نصل إلى طرق أيضا مبتكرة إبداعية وذكرنا سابقا في الدرس السابق أن الابتكار هو جزء من عمل إداري لا بد أن يكون لك ابتكار في المنظمات وإدارة سلاسل الإمداد هي جزء من عمل المنظمات استخدام التقنيات بطريقة مناسبة للمساعدة في تعزيز دقة الخطط نستخدم البرامج التقنية التقنيات تساعدنا في إيجاد خطة دقيقة ومن خلالها نتخذ قرارات أيضا تساعدنا في إنجاز الخطوات خطوة تلو خطوة بسرعة وفي التوقيت المناسب لذلك نلاحظ ظهور تقنيات تحسب الوقت تقنيات تظهر لك توقع التسليم كيف يتم متى الموعد كل ذلك وأيضا قد يكون مثلا حينما تحدث عن منظمة تجارية لها عملاء كثر عملاء متعددون سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد الأقليمي لذلك سيكون طلبات بالآلاف أو قد تكون بالملايين لذلك إنجازها هذه الأجهزة ستحسب كل منتج متى سيسلم كيف يسلم أو كل طلب كذلك تسهيل وصول إلى المعلومات وتحليلها وبالتقنيات تساعدنا على الوصول على التقارير البيانات الإحصائية البيانات الرقمية تواريخ ونحللها وبالتالي نعرف كل عملية كم استغرقت كل منتج كم استغرق من انتقاله من المورد إلى وصوله إلى العميل أو إلى المنظمة وبالتالي تساهل عملنا في الغبرات القادمة وبالتالي تكون هناك فائدة من هذه البيانات أيضا سيكون لدينا الأنظمة حينما تستخدم وتربط مع المورد تربط مع العميل بشكل متسلسل سيكون من السهل تبادل المعلومات وذكرنا عملية الاتصال مهمة جدا ما بينه حينما يطلب العميل سيكون هناك للمنظمة هذه المنظمة وهو المتجر سيتحول الطلب إلى المورد أو الموزع وبالتالي لا بد أن يكون هناك الطرق للتواصل بشكل واضح وبشكل تقني لذلك نلاحظ هناك كثير من الأنظمة التي تربط المصنع مع المورد مع المنتج مع شركات النقل وصولا إلى العميل وبالتالي هي حلقة تحتاج إلى تواصل والتقنية هي أفضل طريقة لربط هذه الجهاد أو هذه المراحل هناك عدة برامج أو عدة برمجيات وشائعة فيما يتعلق في العملية فمثلا إدارة المشروعات هناك تتابع الجداول الزملية المشروع والأعمال وقوائم العمل ومهام العمل وموارد المشروع وبالتالي نحتاج إلى برمجيات تقوم بإدارة هذا المشروع في جميع نواحية أيضا الميزانيات وإعدادها هو جزء من هذا العمل وبالتالي نعمل على الأتمة من خلال لدينا برامج تعد الميزانية تقارن ما بين الميزانية الحالية والميزانيات السابقة وتعطينا أيضا تصور عن المستقبل وكذلك تقارن ما بين الميزانيات ما بين الإدارات المتعددة في المنظمة أيضا الجدولة تحتاج إلى سواء ما يتعلق في المنظفين المرافق المعدات الإنتاج وبالتالي بسهولة ونحدث هذه المواعيد بسهولة مقارنة بالأمور بالأعمال اليدوية وبالتالي الجدولة أيضا ستحتاج إلى برامج في ذلك المخزون وإدارة المخزون يساعد على إدارة المبيعات والمشتريات وبالتالي سيكون الأمر مبرمج ترقائيا حينما نحتاج إلى هناك نقص في المخزون سيتم الطلب مباشرة دون تدخل الموظف أو البشر وبالتالي سيكون ذلك مفيد في عملية التوريد لا نتأخر حينما يكون الحصر يدوي والجرد يدوي قد نتأخر لا نعلم كم منتجات لذلك ظهرت الباركودات وظهرت قراءة المنتجات وبالتالي بضغطة زر للموظف أو للمسؤول يستطيع أن يعرف حجم المخزون حجم الذي نحتاجه إلى المستوى أو أن يحدد مستوى عند وصول إليه سيكون الطلب تلقائيا دون تدخل من الموظفين وهذا بالتأكيد سيحل مشاكل متعددة نسيان الموظف، التأخر في الطلب وأمور كثيرة التوثيق والإدارة حينما يكون لدينا التقنيات التي تحفظ ما يتعلق في البيانات ما يتعلق في الصور، ما يتعلق في المبيعات وأرقام كل ذلك سيجعل هناك وثائق إكترونية من أيضا حتى الفواتير ما يتعلق في النقل الجردها، صور للمنتج أثناء النقل كل ذلك سيوثق الحقوق ويوثق أيضا إدارة سلاسل الإمداد وكذلك بالتأكيد حقوق سواء البائع أو المورد وكذلك المنظمة أيضا التصنيع نلاحظ هناك أتمتة، هذه الأتمتة تراقب الآلات التصنيع تتحكم فيها، تتحقق من الأخطاء، تتأكد من جوزة المنتج وأيضا تقدم بعد ذلك تقرير عن المنتجات التي تم إذن كل هذه الأنظمة هي أنظمة شاعة ونلاحظ التطور أيضا الهائل في إدارة المنظمات سواء كما ذكرنا في إدارة المخزون، في إدارة المبيعات، في وسائل النقل في الربط مع وسائل النقل، في الربط مع شركات النقل في الربط مع العملاء أنفسهم وكل ذلك يحتاج إلى برمجيات نأتي إلى سلسلة إمداد الخدمات أكدت الأمثلة الموضحة دور سلاسل الإمداد في تسهيل معالجة العناصر المادية بدءا من المواد الخام وصول إنتاج المنتج والتعبية والتغليف بعد ذكرنا سلسلة إمداد هي عملية تمر بها من مواد خام إلى أن يصل إلى العميل في شكله النهاية بعد تغليفه من المهم أن نفهم أن إدارة سلسلة إمداد تربط أيضا بتوزيع الخدمات وتوريدها كيف يكون ذلك؟ أصبح مثلا من خلال توفير الخدمات الإلكترونية توفير خدمات الاتصالات عن بعد بالتأكيد له دور كبير في نجاح سلسلة إمداد لأن التواصل جزء كما ذكرنا من ربط المورد مع العميل مع أيضا المنظمة بالتالي كثير من الشركات تلجأ إلى التعاقد مع شركة نقل حينما يطلب عميل مباشرة المخزن سيرسل إلى شركة النقل شركة النقل ستقوم بشحن المنتج إلى العميل وبالتالي نحتاج إلى هذا العمل إلى ربط هذه المنظمات والإدارات المختلفة وقد يكون شركات مختلفة بعيدة بشكل كبير عن بعض يتحتاج إلى ربط لذلك الاتصالات وتوفير الخدمات كل ذلك مهم في هذا العمل لا يمكن أن يعمل المصنع دون إمداد منظم بالطاقة والكهرباء وبالتالي أيضا يحتاج إلى إمدادات حتى المصنع يحتاج إلى إمدادات لكي يعمل كل منظمة تحتاج إلى إمدادات وبالتالي سلسة الإمدادات هي مرتبطة في عمل المنظمات التجارية المهم حتى الحكومية كما ذكرنا أقرب الأمثلة في حياتنا اليومية أيضا قد نمارس الإمداد فيما يتعلق في نقل بضائع لمنازلنا وهي طريقة أو فكرة مبسطة لإدارة سلاسل الإمداد من الممكن أن يؤدي تعطيل تقديم الخدمات إلى فترات انتظار وأطول العملاء وساعات عمل أقل وبالتالي أي تعطل في هذه الأنظمة أو الخدمات قد يتسبب بمشاكل إضافية لتأخر المنتج لتأخر التسليم هناك منتجات لا يمكن تتأخر بسبب طبيعة المنتج في حال تأخر مثلا إمدادات المواد الغذائية أو الخضروات أو الفواكه التأخر فيها قد يتسبب بإتلاف المنتج أو الشحنة كاملة قد يكون هناك وصول محدود إلى بوابات تطبيقات الإنترنت وبالتالي لذلك نلاحظ كثير من منظمات تهتم بما يتعلق بتطبيق التقنيات الحديثة في إنشاء المواقع والتطبيقات لكي يتتعرض لهذه المشاكل الخدمات المصرفية مثلا الدفع عملية الدفع عملية الإدارة كذلك لأمور المالية أيضا حينما نتحدث عن أدوات المتبرات عن بعد وأيضا نشاطات كل ذلك يحتاج إلى تقنية عالية وإدارة صحيحة وبالتالي هذه الأنظمة تحتاج إلى حماية تحتاج إلى ربط تحتاج إلى صيانة ومتابعة وبالتالي تأخر مثلا في شبكة الإنترنت أو في عملية الدفع قد يتسبب في تأخير سلسلة إمداد الخدمات أو التوريد وبالتالي يتسبب بشاكل إضافية لذلك المنظمات المحترفة تهتم بأدق التفاصيل حتى فيما يتعلق في استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة لذلك لجعوا إلى ما يسمى بابتكارات هناك ابتكار فيما يتعلق في سلاسة الإمداد في السنوات العشر الأخيرة لاحظنا أو شاهدنا ابتكارات ناجحة في إدارة سلاسة الإمداد وبنيتها بشكل عام وهذا سبب كبير للتغير الجدري في كيفية توفير السلع والخدمات فمثلا هناك ظهور اقتصاد ما يسمى بالعمل الحر حيث يستطيع التجار المستقلون أو السائقون أن يعملوا في قاعدة عملاء أوسع خلال الشبكات التي تسلمها التطبيقات القائمة على الحاسوب لذلك حينما تحدث مثلا بسبب التجارة الإكترونية التي حدثت وتطور في التجارة الإكترونية أيضا له علاقة بالتأكيد بسلاسة الإمداد لذلك نلاحظ هناك شركات نقل قامت بإنشاء تطبيقات ويشترك فيها الأشخاص من أفراد المجتمع الرغب بتوصيل المنتجات وحينما يأتي هذا المندوب ويقوم بإيصاله إلى العميد وبالتالي نلاحظ التطور في إيجاد تطبيق ببرمجيات معينة يربط الموظف أو هذا الشخص الذي يعمل بعمل حر ومستقل لا يتبع هذه المنظمة وإنما من خلال أن يقوم كما يحدث في شركات النقل وتوصيل مثلا الناس من مكان إلى آخر كذلك في البضائع بنفس الطريقة هناك تطبيقات شركات نقل فيما يتعلق بالبضائع لا تمتلك مثلا سيارات لنقل البضائع أو حتى شاحنات لذيها تطبيقات ربطت سائق الشاحنات بالمصانع وكذلك بالعميل وأصبحت شبكة كبيرة في التوريد وأيضا أصبح هناك خيارات كثيرة متعددة لذلك حينما نطلب من متجر نجد أن المندوب يأتينا بعد يوم لا يمكن لموظف واحد أن يقوم بإيصال جميع الطلبات لذلك لجأوا إلى استخدام التقنيات وابتكار طرق جديدة أيضا مكرت التقنيات من العمل على نطاق عالمي وأصبحنا نلاحظ حتى في طلب منتجات عالمية أصبحت عملية النقل بشكل أسرع وأصبحت خيارات متعددة وأصبح هناك ترابط كبير بين الدول العالم بين المصانع حول العالم والشركات ومنظمات العالمية والمحلية بسبب الابتكارات في سلاسل الإمداد نأتي منخص حديثا يوم تحدثنا عن عملية إدارة سلاسل الإمداد ذكرنا أن مدير سلاسل الإمداد لا بد أن يكون منظم علميا وعمليا في تفكيره قادر على بناء علاقات قادر على التفاوض والإقناع قادر على أن يتعامل مع كمية من البيانات الهائلة وتحليلها واستخراج المفيد منها كذلك ذكرنا أن هناك برمجيات تساعدنا في إدارة المشروعات إعداد الميزانيات الجدولة المخزون أمن الحاسب والحفاظ على حماية البيانات وعملات التوريد التوثيق والإدارة وكذلك الأتوة في التصميم نأتي لتقييم الدرس اختر الإجابة الأفضل لكل مما يلي تعرف الإدارة المختصة بالحصول على اكتساب المستلزمات والمواد والمنتجات الجاهزة في المنظمات وحركتها وتخزينها تحدثنا أن هناك مصطلح سلاسة إبداد وهناك اللوجستيات فهذا التعريف هو تعريف اللوجستيات وهو يتعلق بحركة وتخزين المنتجات الجاهزة أما سلاسة إبداد كما ذكرنا يتعلق بأكبر من خلال مواد خام وكذلك العمليات في النظمات والإدارات وأهدافها وبناء الاستراتيجية أي مما يأتي ليس نشاطاً من نشاط طاتس إدارة سلاسة الإمداد هناك نشاط ليس له علاقة في سلاسة الإمداد نحن ذكرنا بناء العلاقات هو نشاط أساسي في سلاسة الإمداد مراجعة العمليات في سلاسة الإمداد وتحسينها هو أيضا نشاط أساسي تحديد بالتأكيد المنتجات المراد بيعها هو بالتأكيد ليس له علاقة في سلاسة الإمداد سلاسة الإمداد تتحكم في عملية انتقال وأيضا الأهداف وبناء استراتيجيات وليس في المنتجات المراد بيعها إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكراً لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته